السلام عليكم حبوباتي كيف انتو مالا بس عليكم كنت منى وانتو ما كتشاهدوا الفيديو انا كم تكونوا باخر وعلى خير اليوم شاء الله فيديو جديد روتين جديد روتين من روتينات اللي كيعجبكم هكا يعني روتين مسائي من مورة الغداء كيف ما شفتوا البنات هنا يا بعد ما تغديتوا هذا وكنت ما خديش نصوره ولكن قلت ضروري غدي نصور معاكم فيديو اليوم صفي كما كتشوفو هنا يا كارود الموعين هاد الموعين البنات اللي خسلتم طبعا من مورة الغداء اللي تغدينا وخسلتم وخليتهم هكا كي نشوفو احد شوية دي بغا دي روتهم بلاستهم هنا يا وكنت نشارك معاكم هكا الروتين ديالي من مورة الغداء شنو البنات كان عمل فيه وشنو كي يكون عندي كما كتشوفو هاد شوفوا البنات اللي كد عارفو شي سباغة تكون مزيانة صراح هاد اللي تاجر هادو كنت سباغتم باش يلا سكن تفضر وزعم وصبغتو صباغة عادية تزيد ولكن ديك الصباغة تزيد حتى هي عملت لي ديك الطوابع كد عمل شي مرس ديك الطوابع دي الكيسانو هادو ومغات تتزول معرفش شنو خسني نعملو شي سباغة اللي تكون مزيونة فيها البريو اللي عند البنات شي فكرت خليلي في لي كومنتر سفي البنات هنا كما قلت لكم كنت تفق شو عدي اللي اللي خسلتم طبعا من مورة الغداء غادي نشارك معاكم روتين ديالي غادي نشارك معاكم وصفة اكتر اكتر من رائعة اكيد غادي عجبكم وغادي عجب اوليداتكم اقتصادية جدا سفي هنا غادي نسالي الموعن ديالي بهالطريقة هادي كاملة هردهم بلصمغي باش نخوي علي روينا ونخوي الشبكة ديالي دي القشوع وغادي ندوز البنات باش هاكا ننطف شوية سفي باش يعني باش نجي ونعملوا العشاء كتكون عنا الكوزينة نقية والله العديم كتحسو شكونا البنس حالي فاش كتكون عناكم الدرولة الكوزينة نقية كتحسو بوحد الراحة نفسية سفي هنا كيف ما شفتو خويت الشبكة كاملة بقوا لغي هادوكم غرفات لغشبه هما اللي حطيتهم هنا معنا سبرقلمني كنكون كنمجد الغداء ولا شي حاجة روينا كل شي مجبود سفي هنا يا غادي نخوات لي هاد القرعة دي سرومي غادي نعمرة غادي نعمرة هنا يا سوف غادي نحطها بلصة وهذا هو الروتين ديالي كيف ما قلت لكم وكيف ما كان قول لكم دائما بالنسبة للناس اللي كيشوفوا قناتي لأول مرة ما دنسوش أنا كمششتركوا في القناة كده اللي كتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جد بإذن الله ومرحبا بيكم وكنتمنى القناة ديالي إعجابكم والبنات القدام يعني هاد الروتينة طبعا تحت طلب ديالكم عارفكم وكيعجبوكم الروتينة زالت كشي كانوا صوروا معكم هني البنات كان عندي واحد هكا واحد شطبة كبيرة فيها هاد ورق الغار او لورق موسى كيف ما كان قولولو كونت شريطة خضرة وخليت احتها يبسد سوف يبعد ما يبسد زولتها منا كاملة وغادي نعملو في هاد البوطة انا هاد الورق كنحتاجو بزاف كان طيب به اي حاجة كيعطي واحد لده ووعرة ووعرة بزاف هادك شي كنحتاجو بزاف صراحة كيمشي لضغية وصافي بعد ما يبسد كشتعملتو انا في هاد البوطة هادية خليتو هنايا هكا ميبقى نحتاجو جبد منو وهنايا البنات عندي ازير اه احتوى غاني عن تعريف انا كنخلي هنا يفضل بوطة هكا ام اللي غادي نبغي مثلا عندي واحد القريعة صغيرة شبرتو وطحنتو يعني طحنتو واحد شوية فحالي كان عملو مع الزحتر تمام فحالي كان عملو مع الزحتر هيدا يا طحنتو واحد شوية وكنخليه صافي غادي نجيب البوط ديالي غا نحطه بلاكر هنايا وازل كيف ما قلتلكم اللي كان سالي المطحون عاد تاني كان طحن منو واحد شوية صافي البنات هني بعد مسالي هكا تنظيف داد الكوزينا غادي نندوز باش نوز جد العشاء ديالي هكا نوجدو الاشاء اللي بكري كي اجملين الاحسان وجدو الاشاء اللي بكري وخلي على جانب حتى نكمل شغري عاد غادي ندوز طبعا نقدو هني البنات عندي هني واحدة البصيلة هكا متوسطة غادي نحكا في الحكاكة الغليطة اولا رقيقة ما مشوفو لزو ما اللي يعجبكم انا البصلاة كان نفضل انا اني نحكا في الحكاكة الغليطة لحاقشك اطلق المو الى حكينا في الحكاكة الرقيقة بش اطلق النق غير المصافي صافي وهنا يا كيف ما شو عندي واحدة جعدة اولا خيزو هكا بكبير شوية حجم كبير هاد الوصفة عرفته رائعة جدا 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 شوفو انا والله ما كد عجبني الخضرة ولكن كد عجبني هاد الوصفة و حتى الوليدة اللي ميكياكلو لكمش الخضرة غادي ياكلوها به ها الطريقة هادي و هنا عندي واحد القرع الخضره واحدة يعني واحدة من كل حاجة عندي وحد قرع الخضره واحد خيزو وهو واحد البصلة الا بغيتوا نزيدوا معاهم واحد البطاطا زيدوها انا مبغيتش نزيد معاهم البطاطا اصفيك وبهات طريقة هادي غادي نخلط كل شي كيف ما شوفتو كد عطاني واحد لكمية تبارك الله داد لخضر هنا يا نضيف الملح نضيف الملح نضيف الملح نضيف الملح نضيف الملح نضيف نضيف الملح ندخل الخضر يجب كيف تفتح وخصصا من اللي ستأخلوها في الفرن نسيطان ونسيطان سوف نزيد رشاة الزعصر سوف نضيف فران سوف نضيف فران سوف نضيف فران سوف نضيف فران سوف نضيف مقلة خلفي مقلة سوف نضيف فر صافح سوف نضيف فرور سوف نضيف كوير في صغر دي بطن نعطيهم شكل دائري ولا شكل امهم يعني الشكل انتو ما كتتحكمو فيه تقدروا تدعموها شكل طولي ولا شكل دائري ولا اللي يعجبكم سوفي غادي نستمر هكا حتى نكمل الكفتة ديالي كاملة باش ندوز نكمل معاكم البناس الروتين ديالي هكا روتين خفيف قلت نشاركو معاكم وخرجع دايما كنشارك معاكم هذا الروتينات صراحة انا عارفكم كيعجبوكم سوفينا البناس كن نعمل الكفتة ديالي كنكمل كاملة بهالطريقة هادي كيف ما شوفتم معايا اه يعني سافي ميلي كانحطوها غادينكمل كل شي وعد غادي نبدأ نقلب الكفتة ديالي من اللول كان شبر وحد اللي معايا قاو كن بدأ نقلب الكفتة ديالي مميلي يعني كان مشي اللولا وميلي كانستة في الكفتة كاملة كان مشي اللولا كتكون طابت هدي كهي اللي كان قلبها كانبدا بيها سافي غادي نكمل تسيف بهالطريقة هادية رشوفوا باقي عندي الوسترiah ما نقدر نعمل فيه غيTE انا كنا نعطي ومل Additionallyjiه بس باس وصافية هما أسلا كيزيدو الصغار واحد شوية سوف نقلب الكفستديالي كامل بها الطريقة هادية باش ما تحرق ليش يعني ضروري خصل المقابلة غير كنحطي كنبدا نكمل اخرين بنفس الطريقة وباش عاو تاني دابا غادي نجيب هاد الكويرة اللي بقولي غادي نعمل في الوسط ده البلانشا في حال هيدا وشوف هادية زعماء ضغي كطيب ضغي يعني في ساعة كطيب هادا البلانشا ضغي كطيب من الحاجة يلا حطيتها اه حطيتها كملت صفوفة كاملين اه يعني بجيت مقلبة وقيتها صافي تحمرت كيف ما كتشوفو صافي هنيا غادي غير هنيا غادي كان صخنا غير كان صخنا باش نتعشو وصافي كيف ما كتشوفو معايا وصافي هاده الكفتة ديالي كيف الجسم مكي بنشي نهائيا في هادك اللون ده ده الجزار ولا ده اللون ديال القرع الخضره مكي بنشي نهائيا وحتى المدق والله العادي ميلا كيجي روعة سافي البنت هناي العصير اللي كان عمل دائما العصير الشاهر اللي لمونه ده الحامض وصافي عدلتو هكا كيجي مزيف وان كان نرفقوا بها في حالات الاطبق هادا كيجي مزيفون وكيما كان قولوكو دائما عاصر اقتصادي مكي يتعداش يواقي لادرهم واحد وصافي وهنيا عندي هاد الخبز اليوم ما شريتاشي البنت اليوم ما زيما احدا كتعجنت الخبز ضدر سوف نستفل الكفتا في هادات الطبصل بها الطريقة هادية كيف ما كتشوفو رمكي بنش نهائيا في هالخضر بالعكس والمدق دياله مزيون مزيون بزف بزف والله العادي مدق دياله كي حمق وصوفو عندي هنية الطبصلات صغيرين باشي رفق فيهما البطاطا لان البطاطا من الاحسن كل واحد يكون بالطبصل دياله وصوفي الكفتا زعمالي جمعته في طبصل واحد هادية البطاطا ديالي بعد ما كان خرجها من الفرن كيف ما كتشوفو عرفتي كتجي وعرح حسن من المقلية انا الصراحة ديالله كنفضل البطاطا بها الطريقة احسن ما تكون عندي زعمال البطاطا مقلية كدعجبني بزف كتجي المقرمشة وما كيجيش في هادك الزيت اللي كيقهم كتجي مزيونة بزف مع ذك الزعتر كيجي واحد المدق رائي وذك الخطيط اللي كنعملو لدي الزيترومية ما كيخليهاش اده الزيتبلدي عفوان ما كيخليهاش نهائيا تجي زعمائية بثولة تجي راطبه ومقرمشة في نفس الوقت هنا يلبناس بعد ما ساليت وخسلت القشوع طبعا اللي كلينا فيهم وكيما كنقوله دائما اللهم قدمها نعمة وحفظها من الزوال هنا يدس باش نغسلها كلافابوديالي ومرة مرة كنعملو هاد الروتين هادا جيها الفوقانية لاش ما عاديش نغسله هادا جيها الفوقانية يغسلتها في صباح مع ذك الحيوط باش تغدينه وذك شي كي عملت هادا الروتين هادا يزعمه مع ذك الحيوطة اللي حدا البوطة وذك شي كيما كنعمل معاكم دائما ولفابو خليتو خليتو حتى كنكمل هكا كيعجبني بقل ينقيو هادا الصبون هادا يعدى وحدا الريح هادا النظافة الكوزينة كتدخلو لك تشونه الريحة نقية نقية زعمة طاقة الايجابية والله العظيم البناز صافي هنا كيفما كتشوفو خسلت الابابوديالي حكيتو مزيان مزيان غير شوية كاروش غير شوية وكنحوك بيه حتى الحيوطة اللي حدا الروبينيات وكنحوك بيه حتى الروبينيات ومهم كانحوك بيه لفابو كامل وشوفو كيخرج كي يشعل وزيادا سنعلي هادا الشيكي ما قلت لكم كيعطيكمو حد طاقة وحدا الريحة النظافة ما عندي ما نقول لكم صراحة الله سافي غدي نكمل هاد شي ديالي بطريقة هكا غدي نبقى كان نمسح كان نمسح هكا كان نمسح دك الحيوطة وكان نمسح باكا بسربيطة اللي كان معروفة عند نحنا يا زعمة عن السيدات في جميع المطابيخ اللي كان نمسح بيها هادو كسرابت اللي كيكونوا اللون ديالهم هكا بورتوقالي هما اللي كي مسحونا مزيلا سافي كما قنا مسح بيها حتى هاد كسرابتة اللي بالنس بايش كان نمسح بيها وهات الصابون يعني كيدخل فيها وكنا نشلة حتى يكد خرج كتشعل سافي هنا بعد ما غدي نكمل لفابو هكا بطريقة كيف ما شفته خرج كيل ماء كيل ماء وفيه واحد ريحة النظافة هكا الكوزينة كدعطيها واحد ريحة النظافة وكيعج بك تخلى والله عظيم كيعج بك تخلى هنا غدي ندوز باش كنسيق هنا عندي فهد الطس هذا واحد شوية شوية جافل وشوية صانيكر ومخلطين مع بعطيتهم شوية دلماء سافي كنكوب مكافلة ارض وكندوز غر بالجفف لان دايما كان سياق الكوزينة يعني ما كنسيق الكوزينة يعني مارة مرة فاش كنسيق كنسيقها كنكون كنعمل معاكم ذاك الروتينة العاميق لعاميق اما دابع عندي الكوزينة القيارة غير كنجفها هكا كندوز عليها تجفها كدرجع كتشعل يوصفين البناس هدا هو الروتينة كيف ما قلت لكم كانت مني يعجبكم مكرهتي تخليولي الاقتراحة دي لكم في كومنتر شنو نوع دي الفيديوهات اللي دبغيو نعمل لكم من دابع فوق انا عجبكم كيعجبكم روتينة وندخل معاكم الوصفات ولكن مكرهتكم تخليولي الاقتراحة دي لكم في حل عام اللي يفات باش كنتوا اقترحتوا علي الروتينات ودبا زعماء الى بغيتو نبدلو شي حاجة عو تانيش نبدلو يعني استيل شوية نبدلو صفيني ايا داغيك تروني هاد فوق الماكينة البراعة قديسة داغيك ترون وداغيك تتوزها كيف ما شفتو عالتيني رجعت قديسة ضروري الكوزينة هي هادي داغيك ترون صفيني رجعت قديسة ومسحت الماكينة واحد شوية وغدي ندوز على البراكارات ديالي كيف ما كتشوفو هكا باش دائما يبقى لي انقين وكلمعو حيث مش دائما كنخسلم كنخسلم مارا 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 يعني مارا فش حال صفي وهنايا غادي نقول لكم بسلام عليكم تالفيديو القادم ان شاء الله